كما أكد رئيس السيسي أن دور الجيش يحمي ويصون ويضحي لبلاده مضيفا أن الجيش المصري يحافظ على الاستقرار والأمان دائما أنتوا دوركوا كبير قوي قوي ولو شفتوا التضحيات التي تقدمت خلال مش بس السبعة تامن سنة لفاتنا نحن نهاردة بنحتفل أو بنقول أسماء قادع عزام كانوا موجودين وفي شهداء لنا ومصابين كانوا في أكتوبر نحن نحتفل كل سنة بالذكرى والانتصار اللي أنا عايز أقوله برضو حتى في حربنا ضد الارهاب كان فيه شهداء ومصابين دائما حارسين نحن نذكرهم ونأكد أن نحن مش بس الدولة مش أنا مش الحكومة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي إن فيه أسرة قدمت ابنها الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده وبعدين قدمته لبلدنا هنا وقدم روحه لها عشان إحنا نعيش بالشكل اللي إحنا فيه أنا أقول كده للزباط الجدد لأن ده دور هو ده دور الجيش دور الجيش إنه هو يحمي ويصوم ويضحي عشان تبقى البلد دايما سابتة مستقرة آمنة سالما إن شاء الله هلا